علنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راحت ضحياتها 107 شهداء و145 إصابة خلال 24 ساعة الماضية بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29.092 شهيدا و79.028 حالة إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي أشرت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يمنع تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى عدد من ضحايا المتواجدين تحت الركام